اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وارتفعت خلال 2017 لتبلغ مليارين ونصف المليار دولار مطالبا بزيادة الانتاج رأسيا بإدخال التقانات والتصدير الصناعي للاستفادة من القيمة المضافة وأكد كذلك أن الفوضى في الأسواق بتحرير الأسعار غير منطقية داعيا للدولة لتركيز على توجيه الاستثمار للشراكة مع القطاع الخاص المحلي أستاذ خالد ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه هذه الخطة هذه الخطة التي قدمت يوم أمس وشهدناها عبر شاشات التلفزة وأيضا نقلت اليوم يعني هذه الخطة قدمها اتحاد أصحاب العمل بالشراكة قطاع الخاص مجمع عليها تبدأ في هذا العام وتنتهي في العام 2020 ما هي أبرز التحديات التي قد تعترضها أو تواجه هذه الخطة نعم في الواقع أنها هي خطة طموحة وتزعى حقيقة لزيادة الانتاج عبر القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة أظن أن أبرز التحديات ستكون من الحكومة نفسها التي يمثلها لها نائب رئيس الوزراء ورئيس القطاع الاقتصادي الحكومة هي دائما المنافسة الأقوى للقطاع الخاص في العمل التجاري وحتى في الانتاج وفي غيره من المجالات أبرز تحدي للقطاع الخاص سيظل الحكومة الأمر الثاني مسألة مرتبطة بتهيئة البيئة الاستثمارية والانتاجية نفسها لأن يقوم القطاع الخاص بلعب دور أكثر فاعلية في الانتاج والانتاجية في السودان أفتكر دي برضو واحدة من التحديات المسألة الثالثة متعلقة بالغطاع الخاص نفسه في السودان ما يزال غطاع هش ضعيف يعني غالبيته يتكون بمؤسسات زاد طابع عائلي وأثري وليس يعني مؤسسات بمعنى المؤسسات الكبيرة الضخمة التي يمكن تقوم بعباء الانتاج لأن الحقيقة الانتاج الضخم الذي يؤدي إلى صادر يحتاج إلى مؤسسات كبيرة زاد قدرات كبيرة القطاع الخاص الآن المسألة دي ما فيه متوفرة بشكل كافي صحيح مؤسسة مؤسستين غد تجد هناك يعني بارقة أمل في عدد بسيط من المؤسسات في الغطاع الخاص ولكن يظل الغطاع الخاص بشكل عام هش لا يستطيع أن يقوم بأدوار كبيرة في العمل الانتاج والانتاجية البعض أيضا يرى أن الاقتصاد أيضا يعاني من بعض الهشاشة يعني مشكلة الكبيرة في مشكلة الاقتصاد الكبيرة والأساسية هي اختلال الميزان التجاري كما هو معلوم بواقع أننا نستورد بأكثر مما نصدر الخطة الآن هي خطة ثلاث سنوات ألا تعتقد أن ثلاث سنوات هي يعني هي كثيرة أو فترة طويلة هل سيصمد الاقتصاد البعض يتساءل قد يتساءل البعض هل سينهار الاقتصاد في هذه الثلاث سنوات أم سيصمد أكيد هو طبعا التوصيف الاقتصادي للانهيار الاقتصادي مختلف عن ما يحدث الآن ولكن يمكن تشبيه ما يحدث الآن في السودان بشبه حالة الانهيار أو الوقوف على حافة الهاوية حقيقة ما يحدث الآن في الاقتصاد السوداني ولكن الانهيار طبعا معناه حالة بتاعة ندرة يعني في التوصيف الاقتصادي حالة بتاعة ندرة عامة بدأت طبعا تلوح يعني في الأفق مثلا في الخبز في عدد من السلع الأساسية في بعض الندرة ولكن أظن أن الحكومة لديها بدائل لمعالجة هذه المشاكل وأظن أن الموازنة نفسها التي طرحت أمام البرلمان هي موازنة خيالية وغير واقعية وهي أظن موازنة لإدارة المخاطر السياسية لكن ليست موازنة للتنمية نعود ثاني فيما يتعلق بسؤالك حوله أن القطاع الخاص هل يستطيع خلال ثلاث سنوات إحداث هذا التحول لا لا أنا لم أقول كذلك أنا قلت هل هذه الفترة تعتبر فترة طويلة هل سيصمد الاقتصاد في كل هذه الثلاث سنوات يعني الوضع يحتاج ربما إلى إقاع أسرع صحيح هناك برنامج طرحته الحكومة اسمه البرنامج الخماسي مشى منه زي ثلاثة سنوات توقعت فيه عامين واجه بالتحديات كبيرة جدا بمشاكل كبيرة والحقيقة الواقع أن الحكومة لم تستطيع تنفيذ هذا البرنامج رغم أنه وضعته ستضطر الحكومة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى لمعالجة حالة الأزمة الطاحنة الحالية صحيح الغطاء الخاص لن يستطيع أن يعالج هذه المسألة لوحدة خلال الفترة أتوقع أن تقوم الحكومة بالاستدانة من الجمهور كما هو مطروح في الموازنة بالاستدانة من الخارج رغم الصعوبات التي تواجه الاستدانة من الخارج لأن السودان ما يزال على قائمة الدول المتامة بالإرهاب في اللايحة الأمريكية أضف إلى ذلك أنا أظن أن الثلاثة سنوات التي تحدست عنها أنت ستكون شاقة جدا وقاسية للحد البعيد على المواطن البسيط أخيرا في هذا الخبر ما هو المطلوب من الحكومة لمساعدة القطاع الخاص في زيادة عائدة الصادرات لأنه من المعلوم القطاع الخاص هو يمثل النسبة الأكبر من الصادرات نعم انتبهت في الإجابة للسؤال الأول تحدثت عن ضرورة أن تتدخل الحكومة لمساعدة القطاع الخاص بتهيئة البيئة الاستثمارية أولا بعدم منافسة القطاع الخاص لأن الحكومة تقوم عبر شركات ومؤسسات تدبع لها أو على الأقل تحظى بنفوذ سياسي واختصادي في الدولة بالتأثير على السوق من خلال المشاركة في التجارة مما يعني هو الحقيقة الأمر ده بيؤدي لمزيد من إضعاف القطاع الخاص فالمهم أن الدولة يعني تشوف صيقة بالتعاون مع القطاع الخاص شراكة موضوعية تحقق للقطاع الخاص يعني حرية للعمل وأيضا يكون فيه الدور الرقابي والدور الشريك الداعم للقطاع الاقتصادي ممكن بعد ذلك ينهط القطاع الخاص في السودان نعم